طلاب الصف السادس الأعزاء مرحباً بكم في درس من دروس الاجتماعيات الدرس الحادي عشر برنامج تعزيز الشخصية الوطنية وهو درس من دروس برامج رؤية المملكة الذي سبقاً أخذنا أول برنامج الدرس السابق برنامج جودة الحياة الذي يعني بتحسين نمط حياة الفرد والمجتمع واسلوب حياتهم اليوم برنامج تعزيز الشخصية الوطنية الذي خصص ضمن برامج الرؤية كما قلنا لتعميق الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوسطية والمثابرة والإيجابية في هذه الصورة نرى تلميذة تقول أنا سعودية سأكون إن شاء الله طبيبة متميزة وأكتشف المزيد من المخترعات الطبية لأنه وطني عظيم هذا نسميه طموح طموح يعزز شخصية الوطن عند هذه التلميذة أنا سعودي وأحب وطني وأعمل بجد وإخلاص وأمانة وأراقب الله تعالى في تصرفاتي واحترام الأخرين أو أحترم الأخرين هذا يعزز أيضا شخصياتها الوطنية في إتقان العمل في إتقان عمله طيب ماذا نعمل للوفاء لوطننا العظيم أولا نطبق ديننا الإسلام بكل تسامح ووسطية واعتدال أي لا نتهاون فيه ولا نشدد فيه لا نتهاون ولا نتشدد فيه نحافظ على مكتسبات وطننا أي معنى ذلك أي كل مرافق الوطن كل مرافق البلاد من أي شيء نستخدمه في الشوارع الأشجار الطرق الحدائق نتقن العمل ونبدل قصارى الجهد بعزيمة ومثابرة اتقان العمل بذل الجهد نحافظ على لغتنا العربية ونتمسك بها وهذا هو الأصل أن نتمسك بأصولنا العربية وهي وأساسها لساننا العربي نرتقي به لا نهمله لا نهمله لتعلم اللغات الأخرى ونتركه لا نتعلم اللغات الأخرى نعم ولكن بالإضافة إلى لغتنا العربية لغة القرآن الكريم نفخر بالوطن وننتمي إليه بصدق نسعى للعلم المفيد لنا وللوطن نحب العمل ونتطلع إلى النجاح نحافظ على إرثنا وتاريخنا ونفخر به إيه كل ما ورثناه إرثنا إيه كل ما ورثناه عن أجدادنا وعن القدماء طيب النشاط النشاط الأول من قيم برنامج تعزيز الشخصية الوطنية الطموح الطموح الذي يوصفه صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان وصفه بطموح فوق هام السحب ماذا يعني لك هذا؟ ماذا يعني ذلك؟ أي طموح لا حدود له تطلعات وأمال كبيرة للمستقبل الصفحة التالية هذه للاطلاع ولكن نقرأها سريعا ما هي القيم المهمة؟ القيم التي تكون شخصيتنا الوطنية المؤثرة ما هذه القيم التي تكون شخصيتي الوطنية؟ الاعتزاز بوحدة وطننا وحكمة قيادته على قلب واحد في قلب العالم جديرون بالثقة ومفتخرون بالمسئولية نسابق التطور بجذور راسخة شعب كريم في ملتقى الحضارات طموح فوق هام السحب شكر للباذلين في خدمة الوطن ننتقل للنشاط الثاني النشاط اثنين صفحة ثمانين او عندك في الكتاب صفحة ستين سيحقق ان شاء الله برنامج تعزيز الشخصية الوطنية قبل نهاية عام الفين وثلاثين عددا من النتائج منها خمسمائة مليون خمسمائة مليون ساعة عمل تطوع من المواطنين المملكة العربية السعودية من بين افضل عشر دول ترحيبا في العالم المملكة العربية السعودية المرجع العالمي للغة العربية المملكة العربية السعودية من بين الدول العشرين التي هي اقل فسادا في العالم والتي هي أفضل أمانة ونزاها اشتراك 30% من الشباب والشابات في أعمال مبكرة قبل التخرج من المرحلة الثانوية هذه برامج موضوعة لتعزيز الشخصية الوطنية التي يتوقع منها أن تحدث هذه النتائج بإذن الله ماذا يتوقع الطلاب أيضا بالإضافة إلى هذه البرامج السابقة زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وهذه تتفق مع الإجابة فوق اللي هي أن تكون من بين أفضل عشر دول ترحيبا في العالم اثنين أقل الدول في معدلات البطالة أقل الدول في معدلات البطالة ثلاثة تصنيف مكة المكرمة بين أفضل مئة مدينة في العالم قلنا قبل ذلك من المدن التي تتوقع نيوم مدينة نيوم ومدينة الرياض إلى هنا ينتهي درسنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم